السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتكم مطبخون فيزان اليوم ان شاء الله غنحضره مع بعض حلوة سابليب كيمية لي هي كتيرة وغيب كيلو تزبدة خرجت لي سبعة كيلو وخمسمائة جرام لي هي سبعة كيلو ونص وبل الكسور خلاص ما حسبتهمش وفي اخر الفيديو ان شاء الله غنذكر لي كمش حال باش تقامت علي الحلوة غنذكر كل حاجة والتمن ديالها بنسبة الناس اللي كيخدموا لي كوموند بمقادر اقتصاديين كتعطي كمية كتيرة هاد الكمية مربحة بنسبة الناس اللي كيبيعوا اللي كيبيعوا بالكيلو او اللي كيخدموا السيخ كوموند لما نطول عليكم اكتر بقوا معايا باش تشوفوا جميع المراحل من الاول حتى الاخير الفيديو بسم الله على بركتي الله عندي عشرات البيضات صغار وإلا كانوا عندكم البيض كبير ديروا غير ثمانية انا درت عشرات حيط البيض اللي استعملت شوية صغير وهنا عندي كيلو ديال الزبدة وعندي ثمانمائة قرام ديال السكر ساني ده حنت احتولت بودر بحل سكر غلاسي وهنا عندي بودرة الفاني اللي ممتفرش عنده استعمل غير الفاني ديال السشيات لكن هادي حسن مجهدة وكتعطي مادا قزوين وهنا عندي ستمية قرام ديال الزيت ما يعادي لربعات الكيسان ديال العنبة وهنا عندي ثلاثة كيلو ديال الضقيق ديال حلوة غنستعمل منه جوش كيلو وثمانمائة قرام وممكن تاخد لكم حتى الثلاثة كيلو ومائة قرام دائما نعينكم ميزانكم ودقيق على حسب الخالط كما عارفين ركينا النوعية ديال الضقيق اللي كتشرب ضغية هنا عندي نكهات الليمون وانتو مستعملوا اي نكهة من اختياركم كتبقا نكهة على حسب الرغبة والدوق اللي بغيتو ندوزو لطريقة التحضير نبدأوا على بركتي الله بسم الله اول حاجة غنخدم الزبدة مزيان وما تنسوا شو حضر الشد الملحة ودرت معها تمانمائة قرام ديال السقار غنخدم الزبدة مزيان مع السقار وبعد ما خدمتها مزيان غادي نزيد البيض بشوية بشوية واناك نزيد نخدم الزبدة مع السقار والبيض حتى نحصل على كريمة خفيفة بهات الشكل وبعد ما خدمتها مزيان ونسجموها على المكونات مع بعضهم دا با غادي نضير الزيت بالنسبة للزيت عندي 600 قرام غنعبرها معاكم بالكاس كيف ما سبقت قلت لكم 600 قرام فيها أربعة الكيسان ديالعنبة دا با غادي نخدم زيان هاد المكونات حتى نسجمو معا بعدهم ويقول لي عندي خالط منساجم وبعد ما نسجمو قاع المكونات غادي ندير معلقة كبيرة ونص ديال بودرة الفاني ومعلقة كبيرة ونص من نكهة الليمون بالنسبة للنكهات كيبقوا اختياريين تستعملوا الدوق اللي انتو ما بغيتوه غادي نعاود نخلط مزيان حتى نسجمو قاع المكونات مع بعضهم نضيف دقيق بشوية بشوية حتى تجمع العجينة وبعد ما جمعت العجينة خليت هرطبة غادي نغطي العجينة ببلاستيكة باش ما تنشفش واخدت بلاستيكة وضعتها على سطح العمل واخدت كمية العجينة نحل العجينة ما بينجوش بلاستيكات البلاستيكات تساعد من اللي تبغيت تزيل حلوة كما كان بقاش كل مرة نزيد دقيق يعني ما كان زيد لها جدقيق وانا كان نحلها بدلة بديت كنشكل فيها غا نوضعها فلطة الفرن اللي عجينة خليت القياس زيلها مقاد ما غليضاش كتر من القياس ومرقيقاش بزاف وهذا الشكل تاني درتوه على شكل ورقة الشجر بات الشكل وانتو ما ستعملو اي قطة عم توفر عندكم وبنسبة للشكل الثالثة نديرو على شكل هلال وبعد ما كملت شكل الحلوة وكملت قاع الكيمية العجينة اللي عندي سنضخل الحلوة للفرن اللي استخنت من قبل نخلي الحلوة الطيب من فوقه من تحت اللي عافية تكون قليلة مهيلة وبعد ما اطلب الحلوة غادي ندوزو التزيين هنا عندي نص باكية للشكولات خضيت باكية وقسمتها على جوج غادي ندو بشوية بشوية حيث شفتالي غايت شكولات ومخصوش يطقوه ودايب دوب توف حمام مائي مزد علي حتى شي حاجة لا زبدة لا زيت من الأحسن من اللي تكون الحرارة يعني في الصيف ما زيدوا ليش الزيت باش يبقى شد شوية راسو وما ينزلش بسرعة غا نعمر به هاد الوريدات وندخلوا للمجميد باش يشد راسو استعملوا الشكل اللي متوفر عندكم وغادي نستعمل هاد اللي بابيون وغادي ندخلهم المجميد باش يشدوا راسهم وبعد ما شدوا هاد الوريدات حيتهم وغادي نعمرهم مرة اخرى غادي نكمل بنفس طريقة حتى حتى نحصل على الكيمية اللي بغيت من اللي بابيون ومن هاد الوريدات هنا عندي كيلوة كوكاو كونكاسي وشوية الملوين الليموني وعندي نكهة الليمون خلط الملوين مع النكهة الليمون بعد ما خلطهم زيان غادي ندير كوكاو في بلاستيكا ونزيد عليها هاد الخالط هنخلطهم زيان من فوسط البلاستيكا حتى ولي عندي كوكاو ملوين ودرته في المقلاء باش يتحمر شوية ومنها تحيد منه الرطوبة بهات الطريقة هاد ما غاديش تبقى فيه الرطوبة هنرده من فوق عافية مهيلة وانك نحرك فيه مرة مرة حتى يتحمر هندي نصب وطا ديالكليكوز وانصب وطا بالنباج بعد ما خلطهم زيان حتى نسجمو غادي نزيد عليهم شوية ديال انكهة الليمون وعاود خلطهم مرة مرة اخرى مزيان حتى حصلت على هاد القاوام بعد ما تحمر الكوكاو واتحيدات منه الرطوبة اللي كانت فيه دابا غادي ندوز التزيين كان ديالي الحباب الخالة اللي يدرت ما بالكليكوز والنباج وكان وضع في الوسط الحباب ديال الشوكولات وفي الجوانيب ندل الكوكوب بها الطريقة وكيف ما لاحطوا معايا كي يجي المنظر جيل هزوين وبعد ما كملت قائل الكيمية اللي عندي بنفس الطريقة خليتوه حتى نشف أو وضعتوه في البواطات وهذا الشكل الثاني اللي درت على شكل هلال باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف لصقتو من قبل بالخالط اللي كندرت ما بيقليكوزو ناباج لصقتو حداء معا وحداء وهنايا غادي ندير خالط ثاني خليت كيمية من الكم فيتور دلمشماش غادي نزيد عليها انك هادية الحامض وخدمتهم مزيان معا بعضهم الكوفويتور اللي خديت ماشي دلمكلة دلحلوة خديت البنسو بديت كندهن الحلوة من الفوق هالطريقة هادي غادي خليني نسربي ضغياء تزيين والكوكوب اللي كان شطليا عاوض طحنتو وكان نرشبه من الفوق باش نسربي ضغياء ما ربقاش عاد نخدم بحبة بحبة هالطريقة هادي سهلة وسريعة وهذا هو شكله النهائي بسيط وجميل غادي نخليه في اللا تحتين شف ونجمعه في البواطات ودا با غادي ندوز للشكل الثالث اللي حتى هو لسقتو من قبل لسقتو واحدة مع واحدة لسقتو بالخالط اللي درت ديال غليكوز مع الناباج ودهنتو من الفوق بالخالط الثاني اللي درت ديال كونفوتور مع انك هات الحامض ودهت من فوقو البابيون جيل الشوكولات ودردرت عليه كوكا ومطحون غا نكمل بنفس طريقة قاعد الكمية اللي عندي غا نخليه في اللا تحتين شف باش عاد نديرو في البواطات وغادي نخليه في الثلاجة يعني في الثلاجة غادي يبقى كيف ما هو لان الثلاجة غادي تحتفض عليه وغادي تحتفض حتى على الشكلات باش ما يدوبش لان الجو شوية سخون وهكاكا نكون ساليت جاع الكيمية اللي عندي وكيف ما اتبعتو معايا غيب كيلو تزبدا خرج لي 7 كيلو و 500 قرام يعني 7 كيلو ونص وبلالكوصور ما حسبتهمش ره ما شاء الله كيعطي كيمية كتيرة ودهبا غا نحسب معاكمش حال باش تقامت علي الحلوة خضيت 10 البيضات بشرة دراهم هانتو ما نحسبو معايا الفرنج ديال البيض وكيلو تزبدا ب360 واخضيت نس كيلو تساني ده ب50 ريال وستعملت منه خلاص غي 400 قرام وفاني نحسب ليها 50 او 40 ريال مهم 50 ريال حتاش انا واخد البوطة كاملة ب360 واخضيت منها خلاص معلقة كبيرة ونص عليها ما غاديش نحسبوها كاملة وخضيت اطرو ديال الزيت ب300 وكيفما اتبعتو معايا خضيت منه غير بعد الكيسان وشيطين جوج لان الليتروك يكونو فيه ستاد الكيسان للعنبة واخضيت 3 كيلو ديال دقيق ب300 ريال وغادي نحسب 100 ريال ديال نكهة الليمون شري وغادي نحسبو البوطة الصغار ب5 دراهم وغادي نزيدو نحسبو التزيين خضيت باكية ديال الشوكولات ب20 دراهم 400 ريال واخضيت كيلو دكاوكاو ب520 وغادي نزيدو نحسبو واحد النكهة الحامض ب5 دراهم وقرعات لكم في تير صغيرة ب100 ريال ونصبوها تدل الكليكوز ونصنتع النباج غادي نحسبو اليوم 50-50 يعني 100 ريال لانا تساكت دير 100 ريال انا ما شريتهمش كانوا عندي جوجة نصوصة والتطال كامل يعني المجموع هو 2580 ريال محسوبة بالريال بالريال وهذا هو المجموع اللي يكاين واصلاً ما ديش تكون يعني واصلة لان كل حاجة شاطلية منها تقريباً شوية شوية بحل زيت شاطولية جوج الكيسيند العنبة وشاطلوا من شكراتو لكم في تيرو كاوكاو وهكا كانوا وصلت نهاية الحلقة كانت منها تكونوا استفدتوا من هاد الحلقة وكانت منها تدعموا الفيديو بلايك والبرتاج هذا فضلاً وليس أمراً وما تنسوش تشاركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد وكانشكركم بزاف على لكومنتر زويني ديالكم كانشكركم بزاف على تشجيع والدعم ديالكم كانشكركم بزاف وشكراً وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله مع السلامة